مساء الخير جمهورنا الغالي مساء الوطن مساء العطاء المتميز بالأمن والرخاء دمتي يا قطر شامخة بالمجد والعزة معاكم أخذكم الإعلامية سمية تيشا حاصلة على درجة ماجستير في الأدب والنقد من جامعة قطر وأيضا باحث ومدرب في الإعلام والاتصال عضو في فرع التوست ماسترز برابطة خريجي جامعة قطر ومسي عليكم بكل خير وطبعا حابة ومسي على زميلي اللي بيكون معاي في هالرحلة الجميلة الممتعة أخوي عبدالله يعطيك العافية يعطيك العافية ومسيك بالخير سمية ومساء الخير جمهورنا الكريم مساء هذه الأجواء الشتوية الباردة لكن إن شاء الله رح تكون دافئة بوجودكم ومشاركتكم معنا أخوكم عبدالله العمادي خريجة ندست علوم كمبيوتر في جامعة قطر وكاتب ورحال ويقال فيلسوف ومآخرا صرت متحدث وبفضل انضمامي لفرعة توست ماسترز برابطات خريجية جامعة قطر عبدالله عندما نتكرر فرعة توست ماسترز نبدأ نعرف الجمهور وأكيد الجمهور الآن قاعد يتساءل ما هو المقصود بفرعة توست ماسترز وما الذي يقدمه من خدمات للمجتمع وأفراده سألت حلو فرعة توست ماسترز وبكل بساطة نادي يضم خريجيين جامعة قطر الناس اللي منضمين لنا هم اللي حبون يطورون مهارات التحدث أمام الجمهور القيادة تطوير المشاريع ومهارات عديدة أخرى في بيئة محفزة وتدعم الأعضاء اللي فيها وكل اللي إذا حد منكم يحب أن يطور مهارات التحدث مهارات إدارة المشاريع التقييم وغيرها فأنت وصلتوا المكان المناسب كل اللي عليكم منكم تحضرون اجتماعاتنا وتنضمون معانا في النودي نعم عبد الله بالفعل فرع التوست ماسترز يتيح لفرصة لكل موهوب ومبدع أن يطورها في بيئة محفزة طبعاً نحن اليوم معاكم في فعالية اتهقة تفوز مو بس علشان نلعب ونستمتع حتى نطلع فيكم هذه المهارات مع بعض إن شاء الله وإن شاء الله تكونون يا رب أصحاب مهارات ومبدعين بإذن الله طبعاً قبل ما ننطلق تم توزيع بطاقات عليكم كل ما هو عليكم الحين تاخذون البطاقة وتمسحون الرمز اللي موجود على البطاقة تدخلون حسابنا في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تشاركون في مسابقتنا الحلوة وتفوزون معانا بجوائز قيمة وأيضاً تتعرفون على أنشطة النادي وشي الخدمات والبرامج اللي يقدمها طيب وقبل ما نبتدي أولى الفقرات دعنا نذكر جمهورنا الكريم بأن هذه المشاركة أو هذه الفعالية قدمها فرع التوست ماسترز بالشراكة مع درب الساعي وأيضاً تحت رعاية قهوة امبير التي مفرر لكم جوائز قيمة وأكيد كل واحد يشارك معانا اليوم ما رح يطلع خسران أكيد بإذن الله كلكم فايزين وكلكم بإذن الله تكونون مستعدين نبتدي عبدالله نبتدي إن شاء الله شنو أولى فقراتنا فقراتنا الأولى رح تكون بعنوان يقولون شنو يقولون يقولون إن بلادنا قطر فيها أماكن تراثية سياحية حلوة تستحق منا إننا نحن نزورها وما رح نخلي في خاطركم بنزورها اليوم وإنتوا قاعدين في أماكنكم بروح لمناطق حلوة في دولة قطر وبعدها رح نختار من المشارك إنه يختار مقولة محددة المطلوب منه إنه يقدم خطبة ارتجالية عبدالله شنو خطبة ارتجالية؟ سأله أجيب ممكن واحد يتسأل يعني شنو خطبة ارتجالية؟ الخطبة بشكل عام هو حديث موجه للجمهور يتكلم في موضوع محدد الخطبة لها مقدمة وعارض وخاتمة لكن الخطبة هذه رح تكون على حسب المقولة رح تذكر للمشارك فالمشاركة اللي رح يحضر عندنا على المسرح رح يذكر لهم مقولة ويتكلم حول هذا الموضوع سواء بالرافض أو التأييد أو شاركنا تجربته في هذا الموضوع وكل هذا بيكون في وقت محدد والوقت اللي رح يكون محدد لكل شخص هو من دقيقة إلى دقيقتين وحتى نعرف الوقت أكثر خلونا نرحب ونحيي اللي رح يساعدنا في معرفة التوقيت مآقتنا لهذا اليوم أستاذ عبدالله نحيي نحيي لكل متحدث من دقيقة إلى دقيقتين لما المتحدث يوصل للدقيقة الأولى عبدالله رح يرفع العلم الأخضر ولما يوصل إلى دقيقة ونص رح يرفع العلم الأصفر وهذا معناه أن الخطيب لازم يبتدي يخلص خطبته وبعد مرور دقيقتين من الوقت رح يرفع عبدالله العلم الأحمر وهذا يعني أن المتحدث لازم يغلق خطبته عبدالله جميل هذا الاهتمام بالتوقيت وهذا الاهتمام بالوقت هذا يدل على شنو أن فرع التوست موستر مركزين كثير على إدارة الوقت نبتدي إن شاء الله بنسبة لإدارة الوقت هي أيضا من مهارة القيادة الناجحة ولكل واحد متحدث لازم يكون قائد متواصل لازم يكون ملتزم بوقته والحين حتى نبين لكم شنو الخطبة التجالية خلونا نقدم معكم نموذج حي يقدمه إن شاء الله اليوم رئيس فرع التوست موستر توست موستر لبابا يوسف وهي مذيعة بذاعة قطر وصاحبة حساب نبرة وبطلة دولة قطر في الخطب الدولية والخطب الارتجالية نرحب معانا على المسرح أستاذة لبابا يوسف رحبوا فيها يا هلا ومسهلة يا هلا مرحب يا هلا تفضل حياتها أهلا فيتو طبعا معانا لبابا يوسف بتقدم لنا خطبة ارتجالية لبابا يا هلا ما رأيت في المناطق التي موجودة في قطر رحتيها رحتي شوية منها المناطق السياحية تحديدا سياحية الأثرية التراثية نعم جميلة جدا طيب عندنا بتكون إن شاء الله خريطة موجودة على الشاشة فيها مناطق مختلفة وين حب تذهب معانا حب روح فوق الجساسية الجساسية طيب شوف الجساسية عندك المقولة المقولة تقول العطاء ونصرة المظلوم يعززان التكافل والتعاون الاجتماعي نكررها العطاء ونصرة المظلوم يعززان التكافل والتعاون الاجتماعي إليك الخطبة تفضل إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها هذه مقولة عرفناها من أكثر من ألف واربعمية سنة يحثنا فيها الرسول الكريم على أن نعطي ولو في اللحظات الأخيرة العطاء له أنواع كثيرة وأشكال كثيرة عطاء بالمال عطاء بالمادة بمادة يعني أشياء عينية جوائز مسابقات مثل راح يعطونها إياكم وأيضا حتى عطاء بابتسامة عطاء معنوي عطاء بالمعلومة بالكلمة الطيبة الآن هذا مما يوفره نادي التوسماسر الآن أنا طبعا شهدتي مجروحة ولكن هنا حيث يوصنع القادة هنا نخرج على المنصة نتحدث نرتجل كلهم بمهنته كلهم بتخصصه الآن عندنا مهندسين عندنا دكاترا عندنا متحدثين عندنا رحالة وعندنا إعلاميين كلهم يطلعون على خشبة المسرح يعطون من وقتهم من جهدهم ومن معلوماتهم ليش؟ عشان كلنا نستفيد نزين اشتخل العطاء والظلم أو نصرة المظلوم هذا أيضا من عطائك أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف يا رسول الله بأن تدفع عنه الظلم إذن العطاء بمعناه الواسع الكبير خلونا نتذكر في حياتنا أنه لو لآخر وقت لو لآخر ديقية لو لآخر لحظة نعطي بمالنا بمادتنا وابتسامتنا وبالقول الحسن بهذه الدقيقتين ونهي خطابي عودة إلي نعم نعم نحييها نحييها بالفعل العطاء شيء مهم في حياة الإنسان ولطالما الإنسان على هذا الوجود عليه أن يعطي ثم يعطي ثم يعطي شكرا لك لو بابا بس تفضلي فأخذين هديتك إن شاء الله حياتي تفضلي من همك شباب شكرا لك شكرا لك توس ماستر لو بابا يوسف رئيس فرع توس ماستر على هذه الخطبة القيمة والحين خلونا نختار متسابق أو مشارك آخر معنا في هذه الفقرة مستعدين؟ نرحب معنا أخي تفضل أخوك عن مسرح تفضل حياك الله نرحب فيه حياك تفضل واقف النص السلام ورحمة حياك الله تقرب المايك من عندك اسمك؟ أسامة الدين أثمان مرثانية أسامة الدين أثمان أسامة عندك خريطة وين حاب تروح معنا اليوم؟ مدينة الزبارة مدينة الزبارة ماذا تعرف عن مدينة الزبارة؟ دعي المايك يقري من عندك قلعة أثرية مدينة الزبارة مميز ماذا تسمعها؟ أنها تكون قديمة 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 وأثرية عراقبة من أقدم المدن صحيح؟ من أقدم المدن مدينة الزبارة من أقدم المدن للك كانت مراكز ومركز أصلا لتجارة الغوصة اللؤلاء في إحدى الحقب وما زالت أثارها باقية إلى اليوم خليك مواجهة الجمهور أخوي طيب عندنا المقولة رح أقولها مرتين خذ وقتك ثلاثين ثانية فكر وبعدين لما تبتدي تتكلم واجه الجمهور لا تشوفني أنا واجه الجمهور خلي الماكي يقرب منك وتكلم تمام؟ بقولك العبارة مرتين العبارة تقول الإمعان في الظلم والعدوان سنة قد مضت في الظالمين فلابد لها من زوال الإمعان في الظلم اسمعني الإمعان في الظلم والعدوان سنة قد مضت في الظالمين فلابد لها من زوال وضحت؟ تكلم عن الظلم أنه كيف أن الظلم لا يستمر على الظلم دائماً لابد للحق أن ينتصر خذ وقتك خذ ثلاثين ثانية تكر بعدين واجه الجمهور الظلم ما هو في قبل الإسلام كان كان الناس مظلومين و مظلومين حتى جاء الإسلام وبدل وبدل الظلم وخلى العدالة تصير وفي الإسلام صار العدل صارت العدل والأنصاف وكثير من الشغلات أحلى كحية تذكر قصتي في بالك موقف تعرضت له مثل حاليا في غزة في ظلم وعدوان على غزة مثل الكيان الصهيوني وأيضا ما يتابع من أمريكا وحلفائها يعني حتى هذه كانت أول مرة أنا أحييك وشجعك صراحة أنك وقفت يدام هذا الجمهور الكبير أشكر الجمهور أشكر الحضور على استماعهم لي أحسن 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 حبيبي حسام تفضل خذلك هدية خلي المايك معك مع المنظمين تفضل مثل ما شفتوا أن كل واحد هنا فيه ناس أول مرة يطلعون على المسرح وأنه بس وقف واجه هذا الجمهور هذا بحد ذاته تحدي كبير والظلم والعدوان مزيله مصيره إلى الزوال وإن شاء الله الله يفك الظلم والعدوان على أخواننا في غزة نشوف المشارك الثالث منحب يشارك معنا في الخطبة الارتجالية حيوها يا هلا ومسهلة ليكم السلام عرفنا على نفسك اسمي أمل أمل هل قبل قدمت خطبة ارتجالية أو قفت على المسرح أي كنت قبل عضوة في التاسمستر لأمانة يعني جميل جدا اختاري لنا منطقة من هذه المناطق الموجودة سأختار أشهر شيء الزبارة الزبارة اختاروها خلاص اختارها اختارها راس بروق راس بروق نسمع المقولة المقولة تقول الطريق المفروشة بالورد لا تقود إلى المجد نكررها الطريق المفروشة بالورد لا تقود إلى المجد عندك ثلاثين ثانية تفكرين وعقوا بتقدمين خطبة حيوها شجعوها من الممكن أن تكون رحلتك سهلة يسرة وفي النهاية ربما لا تصل ومن الممكن أن يشاء الله وتكون ويكون طريقك مليئا بالصعوبات والعثرات ولكنك في النهاية ستصل إلى حلمك أخواني وأخواتي الجمهور العزيز أهلا بكم في حياتنا نمر بالكثير من الصعوبات قد نتعامل مع هذه الصعوبات على أنها مسألة ومشكلة كبيرة تحول بيننا وبين حلمنا الذي نريد أن نوصل إليه وقد وقد تحول وقد تجتاح تفكيرنا وتحول دون أن نصل إلى ذلك الحلم الذي نريد أن نناله ونرى الآخرين أن طريقهم سهلة يسرة وقد نظن أن حياتهم لا صعاب ولا مشاكل فيها وفي بعض الأحيان نحسدهم ونتمنى أن تكون حياتنا مثل حياتهم ولا ولا نعلم أن في كل حياة كل شخص مننا هناك صعوبات يجعلها الله في طريقنا لأن لذة الوصول إلى الحلم لا تكون ولا تحصل هذه اللذة إلا عندما نواجه بعض الصعوبات والمشاكل ونتحداها ونتغلب عليها حينها نعلم حقا أن وصولنا إلى ذلك الحلم كان باستحقاق مننا أريد من كل شخص منكم أن يتمسك بحلمه الذي يريد أن يصل إليه أريد من كل واحد مننا أن ينظر إلى هذه العقبات على أنها ورود يزيل الأشواك عنها ويحملها ويجعل منها باقة ثم يذهب بها إلى حلمه الذي سيستطيع الوصول إليه شكرا لكم شكرا أمل قدمت لنا خطبة ارتجالية مميزة تكلمت فيها أنه لا يوجد طريق خالي لا يوجد طريق يقودك على طول إلى المجد والنجاح دائما الطريق يكون وعر والإنسان عليه أنه يسعى علشان يوصل شكرا لك أمل شكرا لك متسابق الرابع متسابق الأخير إن شاء الله لهذه الفقرة من جاهز تفضل حياك على المسرح تفضل نشاجعين حياك يا مرحبا السلام عليك حياك الله حياك الله حياك في النص حياك عرفنا باسمك حمزة 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 حياك الله أخوي حمزة شكرا لك بخير الحمد لله حمزة لديك خريطة لديها مناطق أين تريد أن تذهب معنا؟ العامرية العامرية نعم ما تعرف عن هذه المنطقة؟ هناك غضار هناك منطقة لديها تقص فيها هي في جنوب قطر نعم منطقة العامرية في جنوب قطر تقريباً تعد من أفضل المناطق لمراقبة النجوم والكواكف السماء وهناك للعلم في العامرية فيه شيئاً مميزين أول شيء فيه مخيم دائم مخيم الفلكي اللي تقدر تشارك معهم ويشرحون لك عن النجوم وأطوارها وغيرها وأيضاً فيها أبار كبريتية في منطقة العامرية تقدر أيضاً تستخدمها حتى يعني هي تكون معالجة لبعض الأمراض تمام منطقة العامرية عندك مقولة تقول اسمعني المقولة أبكرها مرتين عندك ثاتين ثانية تفكر وبعند تتكلم المقولة تقول الوفاء بالعهود يعبر عن قيمة الإلتزام والثبات في العلاقات الوفاء بالعهود يعبر عن قيمة الالتزام والثبات في العلاقات واضحة؟ خذ راحتك اقدم شوي خذ راحتك طبعاً أحكيكم تحيي�� warnings السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم شكراً لكم أبي اسمع صوت علاء الله يسلم في بي طبعاً العلاقات هي من أفضل شيء في المجتمع وكل شخص لديه صداقة أتمنى أن يكون محافظ عليها والصداقة هي شخص تربط بين شخص ولازم يكون محافظ عليه عشان يعني مثل ما يقولون أن تكون مرتبط بين الشخص يعني الحين لو عندك انت شخص تكون مميز قدام هذا الشخص وشكراً لكم جميعاً ما قصرتوا شكراً لكم هنا عشان وجودكم أحنا تحية نحية حمزة حمزة كم عمرك خمسطعش ما شاء الله حمزة أنت تكلمت عن الوفاء بالعهود وتكلمت عن الصداقة هذا أول مرة توقف على المسرح ما شاء الله عليك أول شيء أنا صراحة أحييك جداً وشجاعاً منك وهو حبيت فيك أنك تتفاعل مع الجمهور معناك أنت أول مرة توقف نصف الثاني من عندي ما شاء الله عليك أعطيك العافية شكراً لمشاركتك تفضل استلم هديتك حياك الله أعطيك شكراً لكم وشكراً لكم وشكراً لنا على مسابقاتنا في إنستجرام وأيضاً تتعرفون على فرع توست ماسترز ونذكركم بأن الهدايا مقدمة من قهوة إمباير كوفي قهوة إمباير واللي ما يحال في الحظ أن يفوز معاننا اليوم يقدر يفوز إن شاء الله في مسابقتنا اللي بتكون على صفحتنا في الإنستجرام أنزعنا خلونا نتكلم لكم عن هالفقرة اللي هي بعنوان قوم ان تعاونوا ما ذلوا طبعاً في هالفقرة هذه فقرة حماسية هذه مبي فقرة عادية بنشكل إن شاء الله مجموعتين مجموعة البدع ومجموعة برزان طبعاً لكل مجموعة بيكون في قائد هو اللي رح يختار القائد كل اللي مطلوب من هالقائد إنه يقرأ الجملة أو المثل ومطلوب منه إنه يشرح الجملة لفريقه من دون أي صوت أو أي كلمة مع مراعاة الوقت المحدد بالفعل إحنا بيكون إن شاء الله عندنا مجموعتين فنشوف المنظمين هل نحتاج ثلاث مشاركين من جهة البنات وأيضاً ثلاث مشاركين من جهة الشباب مستعدين؟ هياكم شجعوهم هياكم معنا هنا مع المشتركين هياكم على المسرح هياكم على المسرح جميل مرحبا هياكم خليك عندي تفضل أنتم جموعة أريكم أن توقفون بهالطريقة بهالشكة بهالخط هياكم على المسرح هياكم على المسرح هياكم على المسرح نتعرف عليكم محمد حمد خليفة بن عبدالله خليفة بن عبدالله خليفة بن عبدالله هياك خليفة بن عبدالله توقفة بن عبدالله لأنها المكتبسية هو المهمة الكبيرة أعليم هل استخدم لغة الإشارة أو جسد؟ كم توقفة نعم لا استخدم لغة الإشارة خليفة من عبدالله حسناً، من يبدأ؟ الشباب، الشباب يبدأ. محمد، دعوك هنا، ترى الفريق، وأيضاً وواجه الجمهور. شجعوهم قليلاً. أنزح. أشرح لك جملة، كما قالت الأختي. أشرح لك، أعطيك جملة أنت ترى وتشرحها حق فريقك. وفريقك لديها دقيقة واحدة، حتى يعرف ما هي هذه الجملة. وهذه الجملة هي من أحد الأمثال الدارجة والمشهورة. حسناً؟ نعم باستخفضان. تخبيطان. حسناً، ستعد؟ تماماً. انتبهو. الجمهور. الجمهور يستطيع أن يساعد. تقدرون التساعدين. مثل شعبي قديم وين الجمهور؟ الجمهور وينكم؟ نحن نقني ما تقلق구나 المتقدس من الأول ليست حفرة نحن نتظرك شكراً لكم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر